اليوم بدنا نحكي عن 4K, HD, Full HD أو 8K أو 8 ميجا بيكسل أو كاميرا 20 ميجا بيكسل أو بالمختصر هالي المصطلحات كلها منطلق عليها كلمة Resolution أو الوضوح ايش يعني Resolution أو وضوح الصورة لو نمسك أي صورة احنا منشوفه بالحياة أو أي فيديو نظل نعمل زوم عليه آخريتنا نوصل لمربعات موجودة جن بعض مصفوف زي حجار تلف سيفساء هاي المربعات احنا منطلق عليها اسم Pixel كلما زادت البيكسل الموجودة بالصورة أو بالفيديو كلما كان Resolution تاعه أعلى فهون اجي مصطلح Resolution اللي هو عدد البيكسل الموجودة بالصورة أو بالفيديو طب يليو كيف عملية حسابها عملية حسابها بسيطة زي لما تيجي تحسب مساحة طاولة انا باخذ طول الطاولة وعرضها فمثلا هاي طولها 50 سانتي وعرضها 100 سانتي بضرب 50 سانتي بـ 100 سانتي بطلع معي 15000 سانتي مربع اللي هي مساحة الطاولة نفس الاشي بالنسبة لموضوع الصورة أو الفيديو بمسك أنا الصورة بشوف طولها وعرضها فمثلا هاي الصورة عرضها 100 بيكسل وطولها 100 بيكسل بضربهم في بعض فبطلع معاي Resolution تاحة 10,000 بيكسل هذا مثال بسيط جداً 100 بيكسل بـ 100 بيكسل لاحظوا ان الصورة بتكون بكسلة اللي هو Resolution تاحة قليل هذا هو المقصود كلمة بكسلة لو بدنا نيجي للكلام الفعلي في كاميرات بتصور أعلى بكثير من هي خلينا ناخد مثال 4000 بيكسل بالعرض و3000 بيكسل بالطول لما نضربهم في بعض بطلع معانا تقريباً 12 مليون بيكسل فبدل ما نحكي 12 مليون بيكسل نختصر كلمة مليون منشيلها ونستخدم الاختصارات الرياضية اذا سمعتوا عنها الميجا والماكرو والكيلو والميلي هاي اختصارات وحدات قياس فاحنا منستخدم وحدة قياس الميجا مليون معناها ميجا بدل ما نحكي 12 مليون بيكسل بنحكي 12 ميجا بيكسل وهي هي فكرة انه انا تليفوني بيصور 12 ميجا بيكسل كاميرتي بتصور 20 ميجا بيكسل هاي الصورة resolution تاحة 20 ميجا بيكسل او 100 ميجا بيكسل فهي هي فكرة الميجا بيكسل هلا بالنسبة للصور اللي هو عدد البيكسلز اللي فيها بالنسبة للكاميرات اللي هي عدد البيكسلز اللي موجودة بالحساس اللي بتستقبل الصورة فانا مثلا كاميرتي 20 ميجا بيكسل معناته في السنسور نفسه في 20 مليون نقطة بيجمعوا إضاءة وبيخزنوها على شكل صورة لما نيجي لموضوع الفيديو الفيديو ما بنتعامل معاه بوحدة الميجا بيكسل بنتعامل معاه بمصطلح الـ HD Full HD Ultra HD أو 4K والـ 8K والآخرة هاي وحدات قياس ثابتة بالنسبة للفيديو ممكن تلاقوها على اليوتيوب من ناحية عرض إنه هذا الفيديو مثلاً resolution تعه 4K أو من ناحية التصوير إنه أنا كاميرتي بتصور 8K مثلاً هلا بالنسبة للفيديو في معايير كانت ثابتة ومحددة خلينا نحكي عن أكثر معايير مشهور اللي هو الـ HD High Definition أو الدقة العالية الـ High Definition اللي هو المقصود فيه 1280 بيكسل بالعرض و 720 بيكسل بالطول resolution الأعلى منه اللي هو Full HD 1928-80 بيكسل ب1080 بيكسل هاي فئة الـ HD هلا فيه Ultra HD اللي هو High Definition لسه فائق للدقة اللي هو فيه عندنا 4K والـ 8K صراحة مش حافظ الـ Resolution تاعهم قدية بالضبط هلا فيه أقل من الـ HD فيه الـ ED اللي هو الـ Enhanced Definition قبل وفيه الأصغر منه الـ SD اللي هو الـ Standard Definition اللي هو الـ 480 بيشي كان زمان هاي بس احنا وعينا على الـ HD لحقنا طيب اليوم من ناحية التطويق احنا شو بهمنا كم مصورين فيديو أو فوتو شو بهمني الميكا بيكسل أو 4K أو 8K هلا بدي أنوه لشغلة مهمة جدا المصورين بوقعوا فيها انه آه أنا بدي هاي الكاميرا اللي بتصور 8K بالآخر انت ربدك تعرف الفيديوهات اللي انت عم بتصورها وين رح تنزل وكل إشي انت إلو حسابه في إلو تكلفة 4K مثلا أو 8K الكاميرات اللي بتصورهم أكيد تكلفتها أعلى لكن المساحة التخزينية اللي بأخذوها أعلى بكثير على جهازك والبروسيسنج والمعالجة الليهم أبطأ بكثير في قناة بتذكر لتوني وتيلسي نيرثب مشهورين مصورين اثنين مشهورين اتجوزوا بتوني بشرح انه كيف لما بلشت 4K تطلع هما من أول الناس لتبنوا 4K وأصر انه يظل على 4K لكن أتوقع شرح بفيديو من فترة أخيرة يعني انه بعد أربع سنين لاحظ انه ما فيش إلو داعي 4K ليش؟ شو المشكلة اللي صارت؟ الفكرة مثل ما حكتلكو التكلفة العالية للمعدات والتكلفة العالية للتخزين يعني بدك هارد ديسكات كثير انت بدك تخزن عليه الملفات والمعالج اللي بدها وقت كثير طويل بيحكي بالآخر انه المشاهد يعني انتو اللي عم تحضروا هاي الفيديوهات ما حد رح يستخدم 4K إلا إذا كان عنده انترنت جدا جدا سريع وثانيا معظم المشاهدين عم بيحضروا من تلفوناتهم أنا هذا التلفون الصغير صراحة ممكن يعرض 8K كResolution لكن عيني ما رح يتميز على هاي المساحة الصغيرة عدد بيكسلز أكثر من Full HD يعني حتى أنا تلفوني الشخصي ما بشغل أكثر من Full HD عيني ما رح يتميز ما تم ممكن تتميز إذا بدنا نحكي عن شاشة كبيرة يعني أنا عند التلفزيون كبير آه والله 4K بتفرق حتى 8K عينك ما رح يتميز لأنه انت عم تقعد عن مسافة بعيدة عن التلفزيون يعني انت مش ملزق فيه حتى تشوف البيكسلز اللي موجودة ممكن نحكي هي حركة تسويقية طيب يا ليه معقول كله تسويق مفيش إلو تطبيق عملي فيه تطبيق عملي واحد من أهم التطبيقات العملية الريزوليوشن العالي تاع الفيديو أو التصوير الفيديو العالي بالدقة عالية اللي هو مثلا لما أجي أنا أصور 4K وأنا عارف أنه أنا الفيديو النهايي تاعي بدأ نزله على اليوتيوب بقدر أعمل زوم على الفيديو بدون ما يبكسل فمثلا بقدر أجيب فيديو كثير كبير مصور 4K وأكبره ويظل معاي شارب وواضح فيوحدة من الأشياء اللي ممكن تستفيد منها إذا أنت بتصور 8K أو 4K إشي ثاني بدأ نحكي عنه من ناحية البيكسل الموجودة بالسنسور اللي لما نيجي نصور هلأ مثلا الكاميرا كانت بتصور فل اتش دي الفل اتش دي اللي بتصوره مش شارب مش دقيق مية بالمية بيكون هيك شوي صفت فمرات شم نعمل منصور 4K ومنصغر الملف لفل اتش دي مشان يكون شارب وحاد جدا ونفس الإشي الموضوع بال8K لو بدنا شوف بكاميرا تلكانون ESR 5 الجديدة فيه option بيسموه 4K HQ كاميرا بتصور 8K لكن بتصغره لفور ك فبطلع حاد أكثر فأنت بتقدر تشوف ديتيلز أكثر بالفيديو فهذا كمان استخدام ثاني للريزولوشن عالي المنخص بالآخر حبايب بيبدأ تنتبهوا ما تنجرر ورا الأشياء التسويقية إنه 4K 8K الآخرين الفكر أنه انت بتكون تنتبهوا طيب المستقبل النهائي أو الشخص النهائي اللي بدي يشوف هاي الفيديوهات أو الصور وين رح يشوفه إذا انت عارف إنه الشغل رح ينزل على السوشال ميديا حرام حرام تصور 8K مثلا أو 4K مشان بالآخر تنزله فل اتش دي وأنا بما أنه أنا عارف إنه فيديوهاتي بتنزل على الإنستجرام على اليوتيوب أشياء صغيرة ما حد رح يحضره بريزولوشن عالي ما رح أرفع فيديو صراحة أكثر من فل اتش دي لأنه الهدف تاعي مش تدق الهدف تاعي أنه توصل المعلومة بسرعة بأقل وقت أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو حبايبي إذا عندكم أسئلة أو مصطلحات أو معدات حابين نحكي عنها بالفيديوهات الجاي بتقدروا تبعثوا لها الفيسبوك و الإنستجرام ليودة حماتي بمناسبة المايكل الجديد خلينا نجرب شغله وتذكروا دائما إنه كل شخص فيكم مبدأ لكن بطرقته الخاصة يعطيكو العافية